اشتركوا في القناة وإن مدنيين اثنين توفية خلال الساعة الماضية متأثيرين بإصابتهما بجروح بليغة في الهجوم الصاروخي الذي استادفت به ميليشي الحوثي قرية قداش الواقعة في منطقة كرش بمديرية القبيطة هذا وشهدت جبهة حيفان جنوبية تعزى اليوم سبت معجهات بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشي الحوثي الإرهابية من جهة أخرى استشد وأصيب على إثرها جنديان مصادر عسكرية قالت إن المواجهات اندلعت في القطاع الغربي لجبهة حيفان في وادي الضباب على الأطراف الجنوبية لمديرية حيفان تزامنا مع محاولة تسلل حوثية بأطراف المدينة رصدت منصة فروديكي المهتمة بكشف شركات الاحتيال الشبكي في اليمن رصدت وجود أكثر من 13 شركة وهمية نصبت أموال المواطنين خلال العامين الماضيين المنصة قالت إن بعض هذه الشركات أفلست عقب استيلائها على الأموال وضعت أموال المساهمين وبعضها أوشكت على الإفلاس فيما هناك عدد منها لا يزال في بداية عملية نصب كشركة تدعى سيمبلي محذرة اليمنيين من الانجرار وراء دعوات هذه الشركات الوهمية والحفاظ على أموالهم من الاحتيال أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة عن احتراق عشرات المساكن المؤقتة اليوم السبب في أحد مخيمات النازحين بمدينة الخوخة الواقعة ضمن المناطق المحررة المصادر ذكرت أن أكثر من ستين خيمة ومسكنا مؤقتة للنازحين في مخيم الجشة بمدينة الخوخة جنوبية الحديدة احترقت بشكل كامل فيما تضررت عشرات الخيام بأضرار متفاوتة الأمر الذي جعل عشرات الأسر النازحة تبيت في العراء بعد احتراق خيامهم ومساكنهم أما في عدن أصباء مواطن أمس الجمعة إثر هجوم بقنبلة يدوية على منزله غربي مديريتي دار سعد مصادر محليق قالت أن مسلحين مجهولين رموق بلتا يدوية على منزل شعبي لمواطن يدعى علي بن علي خلف سوق الأسماك في الحي الغربي بالمديرية ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى الأخبار انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة